أجواء ضبابية ما زالت تخيم على ملف التطبيع بين نظام الأسد وتركية بعد أيام من اجتماع ثلاثي في موسكو جمع وزير الدفاع ومسؤول الاستخبارات التركيين مع وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان ورئيس المخابرة العامة للنظام الأسد يتحقد المشهد وتتشابك الخيوط أكثر مع تضارب التصريحات التركية إنصح التعبير مع ضطم أنة وزير الدفاع التركي خلوصي أكار السوريين من أن بلاده لم ولن تقوم بأي خطوة قد تضر بهم مؤكدا على ضرورة حل الأزمة السورية بما يشعر جميع الأطراف وفق القرار الأممي رقم 2254 مشيرا إلى إمكانية لقاء أردوغان والأسد بعد إيجابية المحادثات الأخيرة وزير الخارجية التركي مولود شاوش أغلو وصف اللقاء بالمفيد معتبرا أن التواصل مع نظام الأسد مهم لتحقيق سلام واستقرار دائمين بحسب وصفه وفي ظل التحركات الضبابية تلعب جميع الأطراف الفاعلة في الملف السوري على عامل الوقت مع قرب نهاية السنة تخرج واشنطن وتؤكد أنها لا تدعم أي عملية تطبيع مع ديكتاتور الوحشي بشار الأسد يلحقها الاتحاد الأوروبي ويؤكد أن موقفهم من التطبيع مع النظام ثابت ولم يتغير وما بين هدوء وتصعيد في المواقف السياسية تضيق الخيارات في المنطقة ويصبح التنبؤ بخيار الحل العسكري واحدا من أكثر الاحتمالات ترجيحا إذا فشلت كل المناورات للوصول إلى صيغة تفاهمات مشتركة ترضي جميع الأطراف